بالنسبة للفيديو ده هنركز على الفانكشنز اف ميوتوفيس اكتبوا ان انا الفيديو القادم وقلت لكم ان الكمبنمت بيساعد ميوتوفيس فلو بينا قصيم على الداسة دي ده الارتين وطبعا ده الجاهل وكوز الاخير ده الفيديو انا قصدي ايه؟ هنا ده بتيشو اللي ناخد بواه البكتيريا الفكرة احنا عايزين نوصل للبكتيريا في مقدمة عشان نغيرها فميوتوفيس بتدخل عادي من الارتين فكانت صغيرا وتوصل هنا عند الكورس اف كابلنس اتفقنا هي الكورس اف كابلنس ديها لنلقادي من سدة معظم الكور شيء منطقي جدا لو انت فكرت تعدي من اي مكان لازم الاول تقرب منه وبعد كده تفكر هتطورك من المكان ده جايه ده اللي نيوتروفل عملية قربت جنب الول ولزقت في المارشن زي الهانش اللي انت بتعمله في الورقة لما تيجي تسطرها لما نيوتروفل قتاش للول ولزقت في المارشن سميناها كلمة مارشنيشن فانا جيت في الورقة دي على الشبال وكتبت لكم كل خطوة النيوتروفل هتعملها يعني انا شرحت النيوتروفل هتعمل ايه؟ تؤدي ايه؟ جانبها اسم الخطوة ايه؟ دايما تبتول خاتل في الامسي كيو بيجيب غطوات نظري يعني تقولك واتس مارشنيشن ولو ما جابت هاش تجيبها الامسي كيو طبعا هي لاخره هي مش عايزة تنزل هي عايزة تعدي من الكابالرير قوس فمرت سعاد سواء حينه قوي هو انت لها دكتور ملاكس على انها تقرب من الوال اوف كابالرير لان الكابالرير هو الممر الوحيد اللي في فتحات اللي ممكن تعدي من خلاه يتشفز فيه من الكابالرير والتشفز بديه اوكسيجن وباخد منه سيوتو فهو الممر طيب جيت بعد جدا خاموا اتبقت ليه النيوتروفل يا معنى وتبصوا على الرسمة ليه حاجة اسمها سودوبوديا زي القميبة بالاقدام الكاذبة النيوتروفل قالت انا هقدر اعدل من الممر الدايئة ده ان انا هخرج رجليه علشان اوسع الكابالرير قوس طيب او تخرج رجليها كلمة رجل باللاتيني اسمها باد سننا الخطوة دي بايت بابيسيز بايت يعني من خلاله خرط من البولز من خلال اقدامها اللي هي الفوتروسس او السودوبوديا كلمة بايت او رجل كلنا عرفينه لما دي تركب عجلة انت بتبدل على بدال العجلة بدال بايت نفس المعنى بايت بايت بايمسيز سويز سلوزا بولز كذبت كلمة مغلة عشان النيوتروفل استعدد من خلال البولز بتمسك في البروتين عند الكابالرير عند الفتاحات تاعت الكابيرل. اسم البروتين ده إنتجرين بتسايل أوراني. بتسايل ميوتر في العرب بالبور. طوله دي عارة دي بالسودو بوضيان. هنا بوردو السايل. طوله عصناها ميسكت في إنتجرين موجود على الكابيرل. طبيعي نسكت مخارجة هنا. تنودي نيوترو في البالد في البلازما. لسه ما وصلتش ليه تشفر. السؤال اللي يفرق نفسه. مين اللي جزب نيوتروفين لطوة تشفر? البكتيريا. المفاجأة من البكتيريا هتفرز كينيكا لصابستنس زي ميوتروفين. البكتيريا انا بشبهها بالحرامي. فيه نوعين من الحرامي. حرامي غشيم بيسيب وراء بصر. ودايما يساعدك ان انت تمسك غب. وواحد تاني يضلرك ويتوحك. البكتيريا طلعت كيميكا لصابستنس اسم الستاب دي ايه? كيمو تاكسز. اثانوا معين معنى الكلمة. كيمو يعني كينيكا. تاكسز معناها اتراكشن. انا بكسبك عندي. والمواد اللي بتطلحها البكتيريا. ليه? الجزء. على فكرة مهمة جدا. اسمها كيمو تاكسينز. قلت. انا وقصرت كان يوتروفل لجوة تشتر. فطالب قاني خلاص انا في انت كيبها الخطوة الرابعة. كان يوتروفل حدرتك بقها. وتعمل ايه من ضرف. سينا انت هتفتح بقها عشان تابه الاكلة. ويديك فيل. البقها على البكتيريا. وتقصرت نايز وصايمس وخلصت. قلت له لا. قال لي يا دكتور هو ايه اللاقص? قلت له ينفع تابه الاكلة من غير ما تستطعمها. قلت له طوله ليطرفل زي الانساني. لازم عشان تاكن البكتيريا لازم تستطعمها. قال لي طبعا يعني ايه? طول البكتيريا هتفرز نواد. المواد دي تغلفها بيها. عارف زي الحرامي تمسكه واستسلمك. اعمل فيا نابا بالك. عيس دراب ندراب. توديل الاسم والدين. اعمل اللي انت عاوزة. نفس الكلام البكتيري. استسلمك. آلت الميترو في بوست. طبعا ما انا كده كده بيتك. انا اسمها بنعمل عليها زي. كلمة مواد تغلفها عشان تخليها تيستي. ليه زي ما انتا تاكل اكلة تحط عليها ميونيزي. حاجة السفايسي حاجة كده. تخلي الاكلة حلو. فالبكتيريا حطت على كفسها سميني الاستاب دي ايه? يبقى الخير دلوقتي. انا قلت اربعة استاب. واحد. اتنين. عدد بالضاية. تلاتة كيمو تاكسس. اربعة اوكسونيزيش. خلاص. الخطرة الخامسة اهيه? كتبها هنا. فيبوسايتوزيس. النيوتروفيل. هتعمل ايه في الخطرة الخامسة اهيه? هنا وابسمها هتدي تعمل النيوتروفيل المنظر ده. ادي نيوتروفيل. وادي البكتيريا. حطت البكتيريا في النصف. وحتقف البقاءها عليه. دي من سميها فيجوزوم. هعمل فيها البكتيريا دي. اول ما توصل عندي نيوتروفيل تبتدي نيوتروفيل تكسرها بلايزوزاين. اجسام محللة. واتكسرها لحد اسمها بكتيري سايدل ايجينز. سايدل معناها كيلور. لو لايزوزاين ما ادياش المهمة في مواد تاني حضرمارك يا بكتيريا. مادي اسمها ايش تو او تو. خلقوها في البول. هايدروجين بير اوكسايد. دي بادة مهمة. مادة تانية اسمها اوتوناف. لانفري راديكاليس. دي بادة تانية. وفيه كلام مادة تاتة على فكرة. ماييلو بير اوبسيليز انزايا. دايما ربنا عظيم جدا. ربنا في الامميوليتي بيعمل ايه? بيعمل ست نوبر وانا. او بلان ايه? فشلت في بلان بي. ايه بلان ايه عندك? عندك رايزوزاين. زي ما تدخل في معرفة. مستحيل تستخدم جميع انواع الاسلحة على طول خفيفة او اكتيلة من اول لحظة. حتى تبقى المعرفة شكلها جديد. لازم تبقى الموضوع فيه شوية التضرر. رايزوزاين فشل? يلا. ده دور النيوتروف. فاكرين الفيديو اللي فات? قلتلكم حاجة اسمها سي سري. وسيل فاير ايه. وقتها جيت على الحيطة دي والكده مش هقولها دلوقتي. هقولها مع النيوتروفل. وده يعني مش هاي بتعمل هي البكتيريا بتساعدها ما تستطعنها وتاكلها. الكملمنت يساعد في يقول البكتيريا مش هاي بتي بس اللي هتفريزي تيستي سرزت. انا كمان هساعدك تفريزي نواع معينة يبقى طعمك حل وانيوتروفل تقدر انها تقدرك. يبقى ده دور الكملمنت في الحالة دي. يعني كأن الكملمنت شغالة على جميع الوجوه. تعالوا نعد دورها. تشتغل طايلة في النفسها. انا هضمر البكتيريا المول وسميناها كمرين اتاك كومبليكس. لأ ده انا هساعد النيوتروفل. انا هزاعد الانتباضي. يعني انا شغال في كل الدور. كذا شرحنا دور النيوتروفل. القزء التاني من الصفحة في صفحتين في كتاب تعريف في الوايت برسلس. قبل ما نقول التعريف عايزين ننتفق على كلام محدد. كلمة فيليا معناها زيادة. يعني يا ربطة. ميوتروفليا. يعني عدد ميوتروفل زيت. زينو فيليا. بيزو فيليا. فيليا معناها زيت. عشان تبقى قبول سعيدة. قلدرت زيادة بسبب. لو انا زيت عندي البكتيريا مين المتخصص انه يهضره? لو دخل في جسمك بارازايت دي دان مع الاخر ليش مخصول كويس. مين المسؤول ان يكنه ويتعادل معاه. دايما انت تسمع تقول لك ايه? وعدتك في البيت تقول لك لازم تخسر خضار كويس يا فعلا. خضار ممكن انا فيه شوية بارازايز انت مش كن بالك. يبقى انت لازم تخسره كويس. وانا معدتك طبوس. بالصبع في النظر على الحوار الجانيكي ده. في مرحوظة مهمة. عايز انا سهركز عليك الفيديو ده. اللي ياكل البرازايت هو الازيلوف. اللي ياكل الالبشي هو الازيلوف. يعني ايه? مادة عملتني حساسية. عندي حساسية من شغراطة من الطس. من اي حالة. السبب الحساسية لك. هستاميمة. مين اللي كان بيخزم الهستاميمة? بيزوفلس. انو بنا في الفيديو اللي فان. فالبيزوفلس هي سبب الحساسية. لكن اللي يعنجك منها ويرضمها مادة الحساسية هو الازيلوفلس. ودي الجملة لنا كتبتها. سببها بيزوفلس. يرضبها ازيلوفلس. عشان كنا تلاحظ لو فيه حساسية انتو نتعرض لها دلوقتي. اللي الانين يزيدوا. واحد يزيد كسبب المشكلة والتاني يزيد كعلاجة. طب دول زينة. طيب بنيا معناها نقص. من غير ما تاخد وقت طويب في المزاكر. ازا عددها قلي. سببها عين في المصنع. اللي هو ينزى بول مرة. البول مرة يقوس بسبب. دايما الاطفال اللي بيتعالجوا من السرطان الدم. دايما تلاقوا عندهم صرح. نتيجة العلاج الكماوي. كاعراب جاندية. للأسف العلاج الكماوي بمرور الوقت بيدرب البول مرة. في كلمة في الكتاب اسمها ليمفوسايتوزيس. اوزيس معناها زيالة. لو زاد عدم ليمفوسايتس بيزيد بسبب ايه? ايه? انفكشن. هتعرفه معي في اخر فيديو. في الوائد باتسلس. ان يتيل انفوسايت انواع. في هالبور مصايتوزيس انواع كتير. وكل نوع متخصص انه هو يضم بكتيريا سالة. فيرال سالة. ايا كان كان. هنا هلينفوسايتوزيس. اخر برسية هنا مرض سرطان الدم او اليوكيميا. عايز افتعرف عني اليوكيميا حالكين. عدد بيزيد بفضاعة. البول مارو كان بيصنع من اربع كلاف الى حداشر الف وايت لاتسلسل. ده في النور متخصص بقى على سرطان الدم اطلع كيف? نص مليون وايت لاتسلل. الرقم مهول. اكتر من اربعين ضعف. ده ربعين. في احداشر الف ربعمية واربعين قادة. اكتر من اربعين ضعف. اهم حاجة تعرفها في الوكيميا الاتفاس. كلمة ميتاس تسلس. اللي انتو بتقوهوها معانا هي. الوان اول ما هيدخل جسمك لقدر الله بيانتشر. اول حاجة ما وصل اللي فيها. اخر حاجة يصولها البرين. اذا وصل الورم للبرين خلاص. ان الورم كنسل معاناها كلمة يعني الخلاه مش مجرد بتتكون من خلاص بالملايين. دي جمال بتدمر النورمال سيلز. ممكن تكسر البول. بتعمل بول مرة ديبراشم. وده اساس اي عظمه بالمخيعة. طيب ليه يا دكتور عملت اميميا? لان لو انفشر الكانسل السيلز الكتيبة منع السيلز اللي اللي تكون الرات بلات سيلز بعدين. فبدا نما صنع ماتيور اراثلو سايتس. الماتيور ما بقيتش بتتكون. فانتاجة من الرات سيلز قال هده جيلة. قال. نيجي بقى للبزئية الأخيرة في الفيديو ده. اقويرد اميون سيستم. هقول بلايك في الفيديو ده. وحنكمله في آخر بزء. اقويرد اميون سيستم. ما تقول بيه لينفوسايتس او تي لينفوسايتس. البي لينفوسايتس عايزة بتطعرف عنها اربع معلومات عمتابل اسف. طبعا من البول مره. في البول مره. حدث دايما البي لينفوسايتس زي اي سن في الدنيا ببقى عليها ليسفر. عليها الانتجن. الانتجن ده هي هتقدر تميزه عن اي انتجن دين. دكتور يعني ايه? هسن لكم راسنا وايز اوضح. نفترض ان دي سن عليها دوبا جسم. السل دي عليها مبرر. البروتين ده يبقى ده شفرة عندي الاميون سيستم. بما البروتين بتاعك لازم ان انت الجهاز التناعي بتاعك يكون عرف. ده ده لحق ولا ده? يعني الاميون سيستم متعود على بروتين معين على سطح السللة لي شرف معين كيميائي. اي بروتين غيره? هيعتبروا عدلوا. عشان جدا المراجع المحترم. ما قول المراجع المحترم? بيقولوا على البروتين ده ايه? سلف انتجن. سلف بتاعي. طب قول الحاجة الغريبة بداخل من بره. فيروس. بابتين يا طب وده البروتين. نون سلف. دايما انا هاجم النون سلف. لو انا هاجمت السلف الواتبعي بقى اوتو انيون ديزيز. خلي بقى لكم النقطة دي هنجا لها في اخر فيديو. طيب. البيليمفوسايتس في الهيستولوجي تتحول الى بلاسما سيلس. والبلازما سيلس يتكون الاف من الانتي بالس. سؤال الناس دي اللي جلني من تلات عبار سنين. دكتورة فاني هنجد لهم ايه? انا عايز الانتي بالس. الحتة دي دايما اطلبة بالسفر. اسأل اي طالد ايه? يقول لك نقطة. لا. الكتاب ايه? حكتين. يا اما بيت يا اما ايه? دايما يا انا عربي ما اقول دايما او ايه دايما تخيل ان انت دلوقتي في الاخناء. واحد جاي يتخيل معك ونجرابك. يا اما توضع راجل 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 بنسميها سانل تسانل. عارفين سانل ميتياجر انت. واحد لوحد. والنشاط الاف في المواجهة دي هو التي لانفوسايتس. التي انا ايه? هو فين? البكتيريا السان. والن انا فتتشو. قالت انا رايب على الغابة بتتشو. وحضمر البكتيريا. بكتيني شو هيعة. اما البيه ليمفوسايتس. مش عايز اكتنساكوس. الوصف اللي هو دلوقتي. جي لا تفيدك. انا بمقدرش عليه. انا هتحول الى بلاسما السان. والبلاسما دي تنتج. والانتي بادي تتسارة. يلا هنكتب عن دي. جلال. والدي شو هيعة. البي دي مسؤولة عن. هيمورال ايميونيتي. ليه قلت هيمورال؟ بتفنس بوتين بيمشي بالدم. اللي هو الانتي باطس في النار. الانتي باطس. الاكشن مباشر. عارفين؟ انتيشن مع انتي باطس. الانتيشن. انا لازم ارسل الانتيشن. اخليه ما ينفعش ابقى دايب وآكل. عايز اخليه يعني ايه. اقادل من خطورته. وفي الاخر اقصر منه حده. يبقى ابقى. شفتوا الكلمة اللي هو ده من سوايا. انتي باطي. حيكسر حده من الانتيشن. بعد كده. انه مش هيقدر يتعالى اللعاء حتى النهائي. يبقى نحتاج مساعدة. وده اللي قلناه. مكمل لشغل. مكمل لشغل. عشان كده الطالب الشغطة يكتب. اربعة. واحد. اخر بوسقية في الفيديو ده انواع الانتي باطيس. الانتي باطيس بتاعتك فيهم خمس انواع. اميونوغلوبل الان لها وده اللي ما يقدرش يعدي البلاسينة. قالوا لكم في المحاضرات زماني ان ما بتقصرش. لان الانتي باطيس بتاعتها وزنها بيه. اميونوغلوبلين ايه. دي مسؤولة عن ميوكوزل اميونيتي. موجودة في الإفرازات. في الملك. او في النيوز. موجودة كلامة في الصلاة اميونوغلوبلين جين. هسألوه. موليكولر ويد. ودي الار اكشن. دي المشكلة وكان كراس. البلاسينة. اميونوغلوبلين جين بتعمل اكشنز. لو بسطوا عليها تلون الاكشنز دي. ليه علاقة بميوتو فيه. اوكسونيزاشن. قلناه. اكتيفات. وده المهم. وليه وليه ده الاميونيتي. اهم نقطة. كل انتي باضي لازم تعرف عنها ميزة. اميونوغلوبلين ايه؟ هو الاسوى. هو ويخربوا منه الهيستاميل. بيعملوا المص سالس. بيعملوا هطلع هستاميل. هو المسؤول عن القلشة. دايما لو حمطالة كنا بيقول على ايه جملة مهمة. ايه؟ اخيه. واحد الشعير. بان انت ادخل صلاة في الامي سي كيو الدنيا هتدرم. لازم تفكر نفسك. هقول عنه كيمة واحدة. لو انا تسألت في الشكل. ام كبير. ايه اللي بيخليه منساش? ام افتكرك كلمة ماكرو كبيرة. عكس الز صغير. الايه. ايه. 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 اقلش. وحش. ام ة دي. على مصاطح. طيد. بتاع الانتي بودي اراية. معروف ان الانتي بودي في رسمة الكتاب لو كنت رسمتها كان عادل كده. حرف وان. وكان ليه كوه. طبعا الرسمة دي ما تهمنيش اول. مرسومة في الكتاب. ليها جزء. لو عملنا سوء هنا. الجزء من ده اللي بيمسك في الانتش. انا الجزء. ده الجزء المتغيب. الجزء السامد هو اللي بيحدد الفيزيكالي والكينيكالي. عشان اطمامه. عمر الاسئلة الاعجابة دكتورة فاتل في نصري. او ليه هي ما تحب اشتغل كده. درجة السؤال قليلا. هي عايزة تحط في سؤال باجابة محددة. عشان يبقى التصليح محدد بيقاشر يقول اي كلمة في جماله ياخد الدرجة. فالسؤال دي هنا اكشن وف اندي برس. وفي سنة من السنين جابت سؤال كيه? list the sales of the new system. قول العسائل. يوكروفي الواحد. ماكروفيش. مجاربا اسماء بضربتين كنت اتخذ من الدين من الدين. دايما الانتحان في سؤال لازم list. بسؤال اشرح شوية. بسؤال رسمة مع شوية شر. كل الاسئلة لازم تنوع عشان وقت الانتحان يبقى كافي. ساعة طبعا. تخرج من الانتحان وتقول الانتحان كان طويل جدا ومن حقش احيانه. انت تبرعت باجابة زيادة انا مش عاوزك. اخذ موسيقية هنا تي lymphocytes. سواع. يا جماعة الكلمات دي. يوم. انت مسؤولة على السلم. انت اول حرف من يعني ايه? اول ما اكتشفوا انت اكتشفوها في غوردة اسمها هسأل السؤال مطلب بكل الناس. ومتبقع احس كأن الناس بيقول معاه. طب ساموها البي ليه? ده سؤال بيتصير في الشكل. ده انا مطلب اجابتهم اصلا اول مكان اكتشفوها فيها كانت في البولمان. لا. اول مكان اكتشفوا فيه البي ليمفوسايتس كانت في البرسة بتاعة الطرور. يعني كل الدرسة بالعرمي اللي هو المدمع. المكان للبرس بتعمل فيه ديفيكاية. ديفيكاية. ايه يعني ايه ده البولز التزاوي. ساموها المدمع. اول ما اكتشفوا الخلالة ليمفوية اكتشفوها في البلسة بتاعة الطيور. ودي كلام في المراقع. سامحوا بتقوى بجده بوتر امر بلس ليه تسنت بنفس الاس ده. مين الرياسة بالسوال ده؟ استاذ بوت شوكري. اقولك يا ابن البيت سامت ليلي فكر شوية وبعد كده اقوله مش يمكن في البلسة قبز بلس. اقولك يمكن وانا ابو تأكد اكيد قريط حضرتك اعطا أن تتابعه بالضبط. افاق انت sobار sample شوية الدفوات يجب من وانا اشخاص العرارون المدد من